وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْلَامِ رَبِّ إِنَّهُمَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ الْمَاسِ فَمَنْ تَبِعَنِي فَإِنَّهُ بِالْدِينِ وَبَنْ عَصَارِي فَإِنَّكَ عَظُومٌ رَحِيمٌ رَبَّنَا مَا إِنِّي أَسْكَنَاتُ مِنَّ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ بِوَادٍ غَيْرِكِ زَرْعٍ عِمَادَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّامِ رَبَّنَا لِيُقْلِمُ الصَّلَاةِ فَاجْعَلْ أَبْدَةً مِنَ النَّاسِ لَهُمْ إِلَيْهِمْ وَأُصُبْهُمْ مِنَ الذَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْرُونَ رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي وَمَا نُعْلِمْ وَمَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْرِ يَا فِالْأَرْضِ وَلَا فِالسَّمَاءِ الحمد لله الذي وهبني على الكبل إسماعيل وإسحاق لِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُعَاءُ رَبِّي اجْعَلْنِي مُمِيمَ الصَّلَاتِ وَمِنَّ ذُرْيَتِي رَبَّنَا وَتَقْفَى الْدُعَاءُ رَبَّنَا اغْفِرْنِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُمِنِينَ وَإِلْ مُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَاءُ